أستاذ محمودي تفضل أهلا السلام عليكم وعليكم السلام أحد أكاد أستاذ محمودي تفضل آآ بكلم هدوتك بخصوص المراس تفضل آآ هو الوالدي واختها دلوقتي آآ أختها عز المراس وبتتكلم في المراس مع أبوها اللي هو آآ سيد يعني أبو والدي طاي تمام هي محتاجة الوراس تحسن تجوز بنتها وهي لها أرض آآ قراط ونص طاي تمام فا فهو جدي بتقول إن القراط ونص دول تكلفة المراس بتاعها مية وخمسين أف جنيه جدك 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 إحنا مش جدك ده اللي هو ورسهم مسيدك ده اللي ورسهم مزبوط تمام طب استنى بس واحدة واحدة جدك بيقول إيه جدك يعني قال قبل ما يتوفى لا ما هو جد ده حاليا على كدر حياة موجود أمال فين المراس مراس منين بقى يا سيد محمود ما هو ده أنا أتكلم حضرتك بخصوص يعني هل المراسل في الفترة ذات يعني بالبركة كده ولا المفروض بيكون فيه يسترك ربنا يسترك ربنا يا سيد محمود الراجل دلوقتي عايش عنورس الراجل وهو حي ما أنا عايز أعرف مين اللي بيكلمك جنبك ده هو اللي بيكلمك جنبك ده ده والدك وهو يسألني طه ولا ده سيدك سلام عليكم سلام عليكم مزيك يا حاج مزيك أمشي خلال الصحانة طيب هو نطيب أبويا فرض علي هم خمد جادس نصف عندهم استنى بس عشان اسألك بس شوية هي دي أرضي أبوك آه آه أبويا ورس عن جد عن جد والدي يعني آه بس معلش سبنا من جدك دلوقتي الأرض دلوقتي أرض والدك احنا بنتكلم دلعة على الأرض بتاعت والدك مش عن مراس والدك من جدك صح؟ تمام دلوقتي الأرض بتاع والدك دي يبدو أنه هو والدك عايز يوزعها بينكم على حياته هنا صح كده؟ آه تماما فاني تمام يبقى محمود الله يسمحه يبقى دمسه ملوش علاقة بالمراس خالص يا محمود لا هو ما هو جالي يوالدي بوله يعني هما المساحة خمس عائلت ونص نصيب كل واحد كان بالضبط برض الله يعني هما خمس عائلت ونص عايز دلوقتي يوزع عليكم على حياة عينه صح كده؟ عايز يعرف نصيب وقت كام ونديها فلوس يعني طيب أكلمك يا سيد أكلمك يا سيد يا أبو محمود بقى بص يا أبو محمود عشان بس أقولك المسألة كلها أولا نحن ما عندناش مراس هنا المسألة دي ما فيهاش مراس خالص المسألة دي اسمها هبة وده اسمه تصرف حال الحياة يعني إيه اللي هيحصل؟ يعني الراجل ده ربنا يدينه الصحة والعافية ما بيورث هذا ليس مراسا الراجل ده هيوهب هيعمل إيه؟ هيوهب فهو عشان يوهب يتصرف كيف ما شاء إلا عايز يعمله يعمله عايز يدي ده أكتر من ده يدي ده وما يديش ده يفعل ما يشاء لكن الأفضل إنه هو يساوي ما بين الناس يساوي ما بين الأولاد ليه يساوي ما بين الأولاد ليه عشان الأولاد ما يتنزعوش يبقى الأساس إيه؟ إن الراجل يتصرف زي ما هو عايز لكن لو أعطاهم بطريقة مرضية وساوي بينهم ما يكون أحسن لكن هو لو ما سواش بينهم فأعطى لحد أكتر من التاني ما عم فيش اسم ولا حاجة ولا الراجل ده عامل معصية ولا أي حاجة لأنه بيتصرف في حال الحياة ويتصرف هو كامل الأهلية خلاص يا بمحمود فوالدك ده المال ده ماله يتصرف فيه زي ما هو عايز يبقى أنت تعرف الكلام ده وقت عشان بس ما نجيش بعد كده والأولاد يتخنقوا مع بعض والأولاد يجوا بعد كده يقولوا أبوك خد مراسنا ما فيش مراسه ومشاء الله ربنا يدي الصحة لجد محمود وهو ما زال حياً ويفعل في ماله كيف ما شاء ويوزع كيف ما شاء ولو سوا بينكم بين أولاده لكان أحسن وكان أفضل عشان محدش منهم يزعل من التاني هو ده شرع الله واللي حصل في حديث سيدنا النعمان بن بشير كان دوت عشان يوصلنا للأفضلية وليس معنى ذلك إن الإنسان لو أعطى مميز بين أولادي يكون عاصياً لأن سيدنا أبوك أعطى للسيدة عائشة ولم يعطي لسير أخواتها ليه؟ لأنه كانت لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم